الفيديو ده مهم جدا لأي حد عنده قناة على اليوتيوب وعملها بغرض الربح وعمل جوجل ادسنس لان الحساب البنك اللي انت بتضيف في جوجل ادسنس ده مهم جدا لان معظم القنوات الفترة اللي فاتت دي اه الارباح بتيجي للحساب بتيجي نقصة او بيتاخد منها عشرين او خمسة وعشرين دولار وطبعا ده مبلغ كبير جدا بالنسبة لأي قناة مبتدئة وحتى لو قناة كبيرة ليت خاصة منك عشرين دولار او خمسة وعشرين دولار اعرفك دلوقتي اه عن تجربة عن تجربة زي ما عودتكم في قناتنا اه ازاي ان انت تضيف الحساب البنكي بشكل مصبوط علشان يتخصم منكم بس خمسة دولار او ما يتخصمش منكم خالص ركزوا معنا كويس جدا في الفيديو ده بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكل المتابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب لعلى مؤثرة اليوتيوب وربح من نت لو انت معدي كده في السكة كده وجدك قدامك قناة العلم والتكنولوجيا اشترك فيه لو انت مهتم بيه على مؤثرة اليوتيوب والمعلوم الموثقة وما يقولكش غير معلومة تكون وثقين منها ان شاء الله في قناة العلم والتكنولوجيا بتتعلم اصرار اليوتيوب والربح من النت وعلم المنتاج والبرامج والاشي دي كلها يلا ندخل في الموضوع على طول طبعا بعد ما وسترنيون انوقفت التعامل مع اه جوجل ادسانس فطبعا انت ما قدمكش غيري اما اه شيكات اما اه اه حساب بنكي فطبعا الناس كلها بتلجأ للحساب البنكي معظم الناس يعني كل القنوات تقريبا اللي بتعمل شروحات حتى القنوات الطبخة حتى اي قناة اه اه معظم الناس تكلموا عن الموضوع ده تكلموا عن موضوع اللي هو اه الحساب البنكي والخصومات انا النهاردة باكلمكم بشكل عملي وانا عملت والله الفيديو ده من فترة و اه اه رفحته غير مدرج على القناة علشان اتأكد الاول اتأكد الاول من الارباح هتتحول ازاي فانا باكلمكم النهاردة والله بشكل عملي بشكل عملي واي معلومة عندي بقول لكم عليها يعني انا مثلا ما باخدش المعلومة النفسي وخلاص انا انا الارباح اتحولت انا اقسملكم بالله ما تخصم منها ولا د واحد. الناس اتخصم منها خمسة دولار الناس اتخصم منها عشرين وخمسة وعشرين دولار. فانا اعرفكم الطريقة وتدخل ايه وتعمل ايه? وكل الاصرار اعرفها لكم في الفيديو ده. ولو انت عندك حساب. لو انت عندك حساب. يعني انت دخلت خلاص حساب بنكي. وبيتخصم منك عشرين دولار او خمسة وعشرين دولار. هقول لك تعمل ايه? ولو انت لسه جديد وما دخلتش لسه حساب بنكي برضه هقول لك تعمل ايه علشان ان انت تتفادى المشكلة دهية ركزوا معاني لما احنا ندخل من الموبايل او ندخل من الكمبيوتر ايا كان على اه جوجل من اي متصفح سواء كان جوجل كروم وزيلا الفايرفوكس اوبرا اي اي متصفح اه طبعا تأكد ان انت تكون مدخل هنا اللي هو ايه اللي هو الحساب بتاع ادسنس يعني انت لو عندك مدخل اي حساب تاني يعمل خروج ودخل حساب ادسنس علشان يبدأ ان هو يتعرف عليه على طول لو انت عامل اكتر من حساب برضو مدخلهم هنا ابدأ ان نعمل خروج من كل الحسابات وتأكد ان المحرك البحث اللي انت دخل عليه ده يكون متعرف على حسابك طبعا الكلام ده مفروط تكون عارفوه بس بعرفوه لكم برضو لو انت داخل برضو من الموبايل ما بيش اي مشكلة اتبدأ تكتب هنا جوجل ادسنس هوت جوجل ادسنس وابدأ اضغط كده وادخل على الاختيار الاول ده تمام كده عشان يبدأ يوجهني لجوجل ادسنس وابدأ اشوف ان انا هدخل حساب البنك ازاي جالي الصفحة بالشكل ده كده هبدأ اضغط على اه تسجيل الدخول لان انا قريدي مدخل في الاول طبعا الايه الايميل بتاع ادسنس فطبعا هو متعرف عليه اضغط على تسجيل دخول لما طبعا عملت تسجيل دخول اه فتح لي الصفحة بالشكل ده كده دي صفحة ادسنس دي صفحة ادسنس طبعا في ممكن حد يقول لي طب امتى الارباح بتتحول امتى كزا طبعا للناس الجديدة يعني معلومة صغيرة للناس الجديدة لو انت مش عاجبك المعلومة ديت او انت راجل يعني متقن للكلام ده يعني قدم الفيديو شوية صغيرين بالنسبة لي ان انت لما بتعمل اه جوجل ادسنس او بتعمل قناة وبيتم تفعيل او بتنزل اعلانات بتبدأ ان انت تدخل البين كود بعد يعني بعد ما انت تحقق العشرة دولار الاولى بيبدأ يجي لك بين كود على البريد اللي انت مدخله بيبدأ يجي لك البين كود بعد تقريبا واحد وعشرين يوم طيب انت لو ما جالكش بتطلبه تاني مرة وتارت مرة يعني انت بتطلبه تلات مرات والمرة الاولى اللي بتجي لك بشكل تلقائي يعني اول مرة بعد العشرة دولار بيجي لك بشكل تلقائي فانت بتروح للبريد وبتزبط معهم وبيتقول لهم في هاجيني جواب مهم فانتوا ايه ده رقم تليفوني يكلموني خلاص جال حققت العشرة دولار وجالك البين كود ولو انت بعد اربح شهور بقى ما ما دخلتش البين كود بيبدأ ان انت اتفعلها بالبطاقة اه وشارحنا احنا طريقة زي انك تفعل جوجل اتسنس الموجودة على القناة وهيزر معكم في علامة الاي هنا وموجود في وصف الفيديو ده طيب حلو كده انا خلاص حققت العشرة دولار ودخلت البين كود واكدت على العنوان وكل شي تمام بعد كده بقت هبدأ اسحب الارباح امتى الارباح بعد ما حقق العشرة دولار على طول ابدأ دخل quier الحساب البانكي طيب الارباح هيتحول الحساب امتى بشكل تلقاية لا تحوليها هاتحول لك لما انت تكمل مت دولار لما يجبeta رصيدك في جوجل اتسنس ميت دولار هتبدأ يتحول لك طيب هل انا مثلا كل رصيد الموجود على القناة بيتحول على جوجل اتسنس مباشرة بيتحول امتى ااا يعني يوم واحد من 11 للشحر في الشهر يوم تقريب Κريبة او 16 بيبدأ ان الارباح بتاعت القناة بتبدأ يتحول على جوجل اتسنس ممكن يكون عندك مثلا اكتر من مئة دولار ممكن يكون عندك مثلا مئتين دولار في القناة ممكن ميتحوليش كلهم يتحول مثلا منهم مية وعشرين مية وخمسين دولار لان في اه يعني ارباح بيجي لك من المشاهدات مثلا بعد الشهر يعني في ايه في الشهر اللي بعده فبالتالي بتبدأ تنزل في الشهر اللي بعده ما فيش اي مشكلة خالص يعني انت لو نزلت لك مثلا جزء الجزء التاني لسه ما نزلش بينزل في الشهر اللي بعده فيش مشكلة. عشان كان في ناس بتسألني في الموضوع ده. هبدأ اضغط هنا على الدفعات. اضغط الدفعات. اتفتح معي الصفحة. زي ما انتم شايفين كده على الشاشة. لما ضغطت على الدفعات بضغط بعد كده على ادارة طرق الدفع. شايفينها? ادارة طرق الدفع. اهيت. لما اضغط على ادارة اه طرق الدفع بيجي لي طبعا لو انا عندي حساب بيكون موجود هنا. ايا كان وسترن يونيون ايا كان مسلا حساب بنكي بيكون موجود هنا. لو انا عايز اعمل له حسف باضغط على حسف. لو انت لقيت ان انت بتخصم منك زي ما قلت لك وبعد الكلام تاني. بتخصم منك عشرين او خمسة وعشرين دولار في الشهر اه ابدأ احزف الحساب من اضغط على حسف من هنا وابدأ احزفه. تمام كده? وابدأ اضغط على اضافة طريقة دفع جديدة او اضافة طريقة دفع اضغط عليها. وبعد كده بيجي لخيارين زي ما انتم شايفين كده. اه اول حاجة اضافة تفاصيل جديدة للتحوية الكتروني. وتاني حاجة اضافة تفاصيل جديدة للشيكات. طبعا احنا اصلا البلاد عندنا بعافية شوية. فانت ما تعملش مدوع الشيكات اضغط على اضافة تفاصيل جديدة اه للتحوية الكتروني. بيجي لك الصفحة بالشكل ده كده طبعا انت بتروح البنك. خلي بالكو بقى مهم جدا الكلام انا نقوله ده والله مهم اول. بالنسبة القناة مبتدئة ان انت مثلا اتخصم منك عشرين وخمسة وعشرين دولار يعني انت ممكن تقعد فيهم فترة كبيرة عشان تجيبهم اصلا يعني. ولو انت قناة كبيرة برضو يعني ليه تخصم منك المبلغ ده وانت قادر ان انت ما يتخصمش منك يعني. او انت تستطيع ان انت تعالج المشكلة ديت. اول حاجة هنا معرف اه معرف المستفيد طبعا ده اه مش مشكلة. اه الاسم على الحساب المصرفي طبعا بتكتب اسمك اللي هو ايه? انت بتروح البنك. بتجيب منهم ايه بقى? بتجيب منهم اسمك بالانجليزي. او الاسم ده هيكون موجود على الكارت اللي انت معاك كارت تصرافة. اللي هو الكارت بتاع الatan. بنك مصر بنك الاهلي اي بنك. متلاكة مكتوب بالانجليزي بتدخله هنا كل كابيتل. انا بقول لكم عن تجربة. بتدخل اسمك هنا كابيتل كل. وبعدين اسم المصرف بتكتب اسم بتاعك. اللي هو مسلا بنكو مصر مسلا. الاسم بردك هتجيبه من هنا تلاقي مكتوب برضو على الكارت بتاعك. اهو بنكو مصر. بنكو مصر. طبعا نكتبه كله كابيتل احسن. تمام كده? كتبت الاسم طبعا. تمام كده? اعديله اعديله بس كده. زي ما هو مكتوب على تكتب اسم مزبوط والبيانات تكتبها بشكل مزبوط. زي ما هي موجودة على الكارت او انت زي ما هتجيبه من ايه? هتروح يطبع لك ورقة هو لاي موظف يطبع لك ورقة. انا جبت خلاص الاسم بتاعي بالانجليزي ودخلت طبعا اسم المصرف بنكو مصر او او البنك الاهلي او ايا كان انت موجود في انهو دولة. ده اللي انا بقوله ده يمشي مع اي دولة. بعد كده بندخل على الحاجة المهمة جدا جدا اللي هي السوفت كود. طبعا السوفت كود اللي انت بتروح اي بنك بيدهولك. مثلا لو انت روحت بنك مصر. انا بقول لكم بقى عن تجربة. بيديك طبعا السوفت كود اهوت. معليش عشان تعبان. مثلا انا ادخل السوفت كود قدامكم اهوت عشان تشوفوه. اي اس اي جي سي اكس مية واربية. ده الرقم اللي هو هدهولك. اللي هو بي ام اي اس اي جي سي اكس واحد اربعة سفر. الرقم ده لو انت دخلته بالشكل ده كده سيادتك بيتخصم منك 25 دولار وانت منتش عارف. خلاص كده تمام? طيب اعمل ايه علشان في هذه الموضوع ده? انت تروح الفرع بتاعك وتقول له انا عايز السوفت كود. هيديك رقم. قل له هل السوفت كود ده بتاع الفرع اللي انا فاتح في الحساب ده? ولا ده بتاع الفرع الرئيسي. هيقول لك مسلا لا ده بتاع الفرع. اوكي تمام. خلاص لو بتاع الفرع اوكي. طيب انت معزم يعني اكتر من الفرع عندنا في في الدول بتاعتنا ممكن ما عندوش سوفت كود. تمام كده فبتعمل ايه? بتعمل ايه? بتروح انت بقى واخد ايه بقى? تروح انت الرقم الاخير ده انا بكلمكم عن بنك مصر. انت بقى بالنسبة اي حد عند تجربة بالنسبة لبنك الاهلي او اي بنك تاني. اه 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 حول ان انت بقى ايه تكتب لنا في التعليقات التجربة بتاعتك. تمام? انت هتروح جاي بقى ساتك بقى كاتب السوفت كود اللي هو هيدوه لك. انت الفرع بتاعك مالوش مالوش سوفت كود. وقالك مالوش سوفت كود. بس انت لازم دخل الرقم ده بتاع الفرع الرئيسي. تروح انت واخده منه وقل له تمام شكرا ما بيش هاي مشكلة. خدته منه وتروح انت بقى تماسح المية واربعين دي. يعني مخلي السوفت كود بتاعك بدون مية واربعين. بس الاحرف اللي موجودة دي كده. تمام كده? وبعد كده تدخل رقم الحساب هنا بصيغة الاي باني. الرقم الحساب الطويل اللي هو بيبدأ بايه لو انت مثلا من مصر اي جي اه بعدين مش عارف حاجات كتيرة كده 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 وبعدين تكتبه كله كاملا. وفيه حروف وفيه ارقام طبعا تكتبه كله كاملا. يعني فيه تقريبها ممكن تسعو عشين حرف اه يعني تقريبا حاجة زي كده. بتدخله كله كاملا وتبدأ تعيده هنا تاني مرة. تبدأ تعيده هنا تاني مرة. وتبدأ تنزل تحت هنا. طبعا لو انت الحساب ده هيكون دفع وسيلة دفع اساسية. بتضغط على ضبط كطريقة دفع اساسية هنا. وهكذا تضغط على حفظ بيبدأ يكون ظاهر قدامك كطريقة دفع اساسية. تمام كده كويس? يبقى انت ملخص الكلام السوفت كود اللي انت بتدخله بتدخله يقيم ان هو يكون السوفت كود بتاع الفرع او تاخد بتاع البنك الرئيسي وتشير ارقام اللي في الاخر. بالنسبة لبنك مصر وبالنسبة لبنوك التاني نفس الكلام. بس انت برضو لو عندك لو اي حد معنا من المتابعين عنده تجربة مع اي بنك تاني يكتب لنا التجربة. ليه بقى الموضوع كله في ايه? انا كلمت الموظف بتاع بنك مصر. خليكم معنا معلش يتحملوني شوية. كلمت اكتر من مرة والله. كلمت للموظف بتاع بنك مصر. قلت لو انا عايز بياناتي. تمام كده? فقال لي مشكلة تمام ادني البيانات. انا كلمت تليفونية اللي ان انا موجود برة مصر. فاداني لا الاسم بتاعي الاسم بتاع اي موجود على الكارت كده كده فاخدت منه طبعا الاي Urban واخدت منه طبعا السوفت كود. فاخدت من قلتول لازم ايدخل السوفت كود ده? قال له ولازم ايدخله كده. قلتن لو لازم ايدخل السوفت كود بتاع الفرع بتاعي اللي هو في المكان الفلان يعني. فقال لي لأ الفرع بتاعك مالوش قلت له طيب اه انا يعني ينفع ادخل بدون المية واربعين ديت. المية واربعين اللي في اخره ديت. اللي هي بتكتب هنا. قال لي ما ينفعش. معايش مش ظهر قدامي ادخل تابلي كده. تمام كده? اه قال لي ايه ما ينفعش? قال لي لازم ايه? لازم دخل السوفت كود كاملا. قلت له طيب ما? وكلمته موظف تاني قلتم يكون الموظف ده معلمته مش مزبوطة. المعلومة عنده مش مزبوطة. كلمته موظف تاني في يوم تاني خالص. قلت له طيب اه نفس الكلام. فقال لي لا لازم ادخل السوفت كود كاملا. المهم اتضح بقت ايه بقى? اتضح ان انت لما ادخل السوفت كود كاملا بما فيها الرقم اللي هو بعض الاحرف ده. بيتحول الفلوس للبنك الرئيسي. وبعد كده الفلوس بيتحول من البنك الرئيسي للفرع بتاعك. وبالتالي بقى دلوقتي بقى انت فيه وسيط ما بين جوجل ادسنس. وما بين الفرع بتاعك اللي انت فاتح فيه الحساب. وبالتالي بقت الخصمات بتظهر هنا بقى. انا مسمحتش كلام من الاتنين وقلت اجرب. وبعد كده ربنا سهل. اجربت. وما دخلتش الرقم ده بصراحة. ودخلت بس السوفت كود الارقام اللي هي الحروف اقصد. والارقام المية واربعين دي ما حطتهاش. وما تخصمش حتى ولا دولار واحد. يعني حتى كانت فيه ناس بتقول يتخصم خمسة دولار. ما تخصمش اي حاجة خالص. نهائيا. بعدها كلمت الموظف بتاع البنك. موظف. قلت له الورق كزا كزا كزا. قال لي ايه لازم دخل السوفت كود كاملا. قلت له لا انا جربته كزا. قال لي خلاص ما فيش مشكلة. طالما انت جربت ومشت معك ما فيش مشكلة. فطبعا هم اعتقد يعني هم عندهم تعليمات بانهم يعملوا كده عشان طبعا دي فايدان البنك. فطبعا انا قلت اقول لكم المعلومة دهيت. اه بحيث ان انت تعالج المشكلة دهيت تعمل حسف لحسابك. تمام كده. طبعا انا بدخل هوت على الدفاعات تاني هوت. طبعا انا هنا ما حافظش طبعا ما عملتش حفزها علشان خاطر انا عندي حساب. واضغط على ادارة طريق الدفع. لما انت طبعا بتعمل الحساب اتلاقي هي ظهر معك هنا. ابدأ ان انت بقى لو عايز تعملوك طريق الدفع اساسية تضغط على غير محدد دي شايفينها وتعمل اساسية. يبدأ يعني عندك ربع ما تخصمش منه اي حاجة خالص يعني جاء لك مثلا مية دولار اتحولت لك مية دولار زي ما هي. حتى ما تخصمش الخمسة دولار. ممكن لو انت عملت حساب المصري ممكن يتخصم منك مبلغ. الارباح هتجي لك بايه? الحوالي هتجي لك بايه? هتجي لك بالدولار فهتخش بالدولار. انت روح خدها وحاولها بالجنيه وانتقف في البنك ما فيش اي مشكلة او انت لو ايا كان واتفر انت في انهو دولة او في انهو بنك. ملخص الكلام كله ملخص الكلام كله ان انت لما ديجي تدخل السوفت كود تأكد ان السوفت كود بتاع الفرع او لو ما كانش بتاع الفرع خد منه مفيش مشكلة واسمع كلامه لانهو مش هديك مش هيقول لك هيقول لك لا لازم دخله كميلا بتاع الفرع الرئيسي. خلاص قل له كيه تمام واشيل الارقام اللي في الاخر. كويس كده? ده بالنسبة لبنك مصر بالنسبة لبنوك التانية نفس الكلام. بس انت برض لو عندك تجربة تأكد لنا كلامنا ده بالنسبة لبنوك التانية اكتب لنا في التعليقات. خلاص كده تمام? ودخل اسمك ودخل الكلام ده كله. اه تأكد بس ان السوفت كود يكون بتاع الفرع. والايبان حطه كاملا. الايبان متحطش الاكاونت نمبر اللي هو رقم الحساب. حطه كاملا لان ده الرقم الدولي. تمام كده يا جماعة? انا بقول لكم عن تجربة. ويا رب يكون الفيديو ده عجبكم. بحب اشارك معكم اي حاجة تفيدكم. تمام? لان معظم الناس يعني بعد ما جاء الارباح بتشتكي الموضوع ده. فقلت ان انا اه انتظر لغاية ما ان الارباح تتحول. طبعا الارباح بتنزل الحساب يا جماعة على يوم واحد وعشرين في الشهر او عشرين. يعني انت الارباح كتب في وسترن يونيون كتب تتحول بسرعة. لكن طبعا عشان الحساب البنكي فممكن مسلا ايه? تلاقيها مسلا دخلت على يوم حداشر لخمستاشر او حداشر لستاشر. وتبص تلاقي لسه مداخلتش الحساب. تدخل حساب على امتى? على يوم واحد وعشرين في الشهر. هتعرف ازاي انها دخلت الحساب? لما تخش على ادسل ستلاقي ان عندك الرصيد سفر. فمعنى كده الفلوس اللي كانت جادت راحة الحساب خلاص. اتروح البنكة تلاقي موجودة. اه موجود موجود حسابك بالدولار تقدر تخولها بالجنيه بش اي مشكلة. بتمنى لكم الخير والسعادة لو انت اول مرة ادخل القناة العلم والتكنولوجيا لشرحات اليوتيوب وعلى مؤثر اليوتيوب والربح من نت. اشترك في القناة وفعل جرس على الكل. اه الفيديو ده حاولوا يا جماعة انت تنشروا. اه مش علشان خاطر يجيلي مشاهدات. لا علشان خاطر والله مهم فعلا لاي قناة. ان عشان ما يتخصمش منكم اه فلوس كتيرة من الارباح بتاعكم. الناس بتتعب وبترفع فيديوهات علشان يجيلها ميت دولار ولا يجيلها ميتين دولار. فطبعا ده يعني بتخصم منها يعني مبلغ كبير جدا لما انا يجيلي ميت دولار وتخصم منه عشرين دولار او خمسة وعشرين دولار كتير. فانشروا الفيديو ده كده مع الناس يعني علشان خاطر يستفادوا. دي تجربة يعني حصلت معنا يعني. اه بتمنى الفيديو يكون عجبكم. وانتظروا مننا في فيديوهات ان شاء الله قيمة في عشرين واحد وعشرين. اشكركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.